شكرا حسام أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جرينتش مجلس الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استارد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية التطوير الجارية بمنطقة الروايسات في شرم الشيخة حيث وجه بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاره للتقطيط العمراني واللواء أركان حرب إهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار القرآن الكريم كما اطلع سيادة الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد سيادة الرئيس على أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها وجه رئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تتشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجد باستثمارات الشركات التكنولوجية العالمية بلغ عدد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين خلال سابع أيام المعرض 82 ألف زائر ليتخطى إجمالي عدد الزوار خلال الأسبوع الأول حاجز نصف مليون زائر هذا وذكرت وزارة الثقافة أن مبادرة ثقافة كتابك حققت نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي وتصدرت قائمة الأعلى رواجا حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 ألف نسخة لكثير من العنوين وأضافت الوزارة أن هذه الدورة تمثل الانطلاقة الثانية للمنصة الرقمية التي سجلت أكثر من 87 مليون زيارة وبلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 ألف زائر وبلغت عدد الجولات الافتراضية للمعرض قرابة 8 ألاف جولة بينما بلغ عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الإلكترونية قرابة 160 ألف تذكرة ووصل عدد الأنشطة الثقافية المصاحبة إلى 141 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362 525 حالة وفي بيانها اليومي أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته فضلا عن 52 حالة وفاة جديدة أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية للزرازل سجلت هزة بقوة 5.1 درجة على مقياس رختر غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كيلو متر شمال ضمياط وقد شعر المواطنون بهذه الهزة دون حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي الفقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل فابقوا معنا